نضمنا الآن نعب المنتخب الوطني برياضة الكيك بوكسنج زيد عبد الزهرة أهلا وسهلا بك زيد جمعة مباركة حياة الله سيد جمعة مباركة حلينو عليكم جمعة مباركة حياة الله أهلا وسهلا بك يعني نريد مبارك لك على جائزة بس نشوف المداليات نبارك لك على كل الجوائز ما شاء الله عليك شون هالمداليات الحلوة شون هالجوائز الله يخلي ستوارك وزنك ذهب هسه قبل ما تكون قيمتها المادية قيمتها المانوية أكيد وحنا فخورين بك الله يخلي ستوارك حياة الله نحن سعيدين إن شاء الله بلقاكم شكرا أستاذ عمار شكرا أستاذ فراس شكرا أستاذ بان حياة الله أهلا وسهلا بك طيب زيد أنت ما شاء الله عليك يعني تلعب الكيك بوكسنج رياضة الكيك بوكسنج من 2010 ولحد الآن من اللي يتعلم دائما يشجعك نعم ويسلط الضوء عليك وينمي الموهبة اللي عندك ياها والله يا أستبانا أنا من 2010 للآن 24 يعني أنا جاي أدرب كل هذا التعب بفضل أبوي وكابتن أمجد مالتي مدرب مصاب الجنوب مدرب منتخب الوطني نعم هو اللي جاي تابوني ولي جاي سندوني بكل هذه الأشياء نعم طيب بطولتك الأخيرة قبل أربعة أيام تحتينا عن بطولتك شون شانت المساهمة شون شانت البطولة نعم هاي بطولة بطولة عالم بطولة دولية بطولة مترف بيها نعم بطولة كلش قوية مشاركين بيها أربعة ألاف لاعب والدول اللي مشاركة بيها سبعين دولة كانت بطولة كلش قوية وكان يعني الإنجاز اللي يجيب بيها كلش كلش صعب يعني مستحيلة أنا كنت أجيبن هذا الإنجاز فقط قلت أريد أن أشارك بين اللاعبين الدوليين والحمد لله وشكر تغلبت على أربعة لعبين دوليين ولاعبين أبطال مصنفين ثاني عالميا ورابع عالميا الحمد لله وشكر قدرت تفوز عليهم بسهولة وفرق 3-0 نعم هي نوع من البطولات والتحدي كون أكبر زيد كون التحدي أكبر ولما تفوز وتحصل على أكيد مركز عالي تكون نتيجة أحلى شون كانت تحضيراتك للمباراة زيد شون كانت تحضيراتك وتجهيزاتك والله ست كانت تحضيراتي كلش قوية أنا بلشت التحضيرات قبل رمضان يعني أتدرب برمضان لحد البطولة يوم 15 يعني أتدرب تقريباً 3 شهر أربعة يعني تمرين كان كلش قوي أتدرب صبح وعصر ومرات آخر أيام قمت أتدرب ثلاث وحدات عن مدحق خال الإنجاز كانت يعني مبسهولة يعني ما تصور أجيب الإنجاز بس قيت أنا أتدرب وماكو شي سهل إذا ما تتعلمي بي وإن شاء الله نجيب الإنجاز الحمد لله واشكر قدرت أجيب هذا الإنجاز وبسهولة الحمد لله أكيد وإن شاء الله القادم أكثر إن شاء الله القادم أكثر زيد طيب زيد شون رأيك برياضة الكيك بوكسنج بالعراق بصورة عامة والله ستة لعبة كيك بوكس جدا جدا حلوة ومشهورة عندنا ورياضة يعني ناجحة لأنه لا بها مشاكل لا بها هذه طيب زيد شون الصعوبات التي تواجهوها كلاعب كيك بوكسنج؟ والله ستة الصعوبات يعني هاي مشكلة الوحيدة اللي إحنا جاي نعاني بي يعني صارنا فترة كل شوهاي جاي نعاني بي يعني أنا من الفين وعشر ستة لحد الآن يعني هس الأربو وعشرين أنا عندي إيس إذا تشوفون مداليات وشوفون تصوير وشوفون هاي ستة يعني أنا ماكو بطولة إذا ما رايح بيها على حسابي كل على الحساب الخاص طيب زيد زيد ولا وقاطعة بس بطولتين تسمعني أنه آخر بطولة إليك اللي صارت قبل أربعة تيام كانت على نفقتك الخاصة بمأنه وده نحش عن الصعوبات صحيح هذا الشيء؟ ايه عين نفقت الخاصة نعم 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 ستة هاي عين نفقت الخاصة وأنا رفعت العلم العراقي يعني كان مستحيل يرفع بيتي بطولة وقدرت يعني أرفع العلم العراقي يعني بسهولة والله بأي فايدة جيت رجعت للبيت محد قلي شونك شونو انت ليشتشي يعني تمنيت عنا ما كان أكو دعم من مسؤولين رياضة يعني المسؤولين رياضة بالاتحاد ما كان أكو مثلا وجودهم ياكب هاي المبارات أو شجعوك شونو كان لهم يعني شونو كانت توجيهاتهم هل يعني حتشوا وياك تواصلة وياك بخصوص هاي المبارات والله ست هو بس الاتحاد والاتحاد تعرفيني يعني اتحاد ست احنا انظمتنا هواي احنا عدنا سبع انظمة والاتحاد ميزانيته محدودة ما يقدر ياخذ اللاعبين كلها وما يقدر ياخذ اللاحنة يعني مثلا نشارك بيه لأن ميزانيته كلش قليلة نعم ستة تاني شي يعني أنا أنا صار عمري 25 سنة أنا من 2010 ألعب لحد الآن زيانا أنا أريد أن أحقق البطولات وأريد أن أجيب انجازات لأنني بعد سنة سنتين بعد ثلاثة أربعة يعني صعوبة تساب عليه الانجازات أنا جاي شا سوي جاي يعني الوالد الله يحفظه إن شاء الله يعني جاي يساهمني بهذا المشروع جاي أروح أنا على حسابي خاص عمود أرفع العلم العراقي وحصل الانجازات زيانا أنا يعني بطلت من الدراسة وبطلت من كل شي عمود الرياضة طيب الاتحاد ما حاولت تتواصل من الاتحاد أنه يدعموك خصوصا بهي تشنوء من البطولات محاولة تتواصل وأحد من المسؤولين بالاتحاد والله ستة الاتحاد نعم الله عليه جاي يودينا بطولات وجاي يشاركنا بالبطولات نعم ستة إحنا يعني عتبنا على المسؤولين بالدولة يعني كوزارة ستة يعني ماكو أي دعم لهم يعني أنه يعني هسا أنا أباو قالها والله رجعت ستة يعني من تركيا رجعت مطار البصرة يعني سيتمه كأي استقبال فقط أولاد عني وعمامي يعني للأسف شديد يعني يعني أنا تمنيت شيخ أسعد عيداني تمني يعني شون بس يدزل شخص أو مثلا يصور لي على قواته من شرلا ستوري مثلا لاعب بطل عدنى لاعب من البصرة حققت شنجاز إنجاز يعني يعني العراق يفتخر بي يعني مستحيل يعني واحد يجي بعد أول عالم بعد مستحيل أكيد طبعا يعني بعد شنوري يجيب أكثر منها طيب زيد احنا يعني آخر لقاء لك كان أيضا على قناة الشرقية بظاهرة الجمعة وقلت لنا أنه ربحت وكرمت أيضا بقطعة أرض من البصرة حصالت عليها استلمتها قطعة الأرض ستة كانت الله يحفظها ستة رقية طلعنا بالقناة ذي تسنة أجبت بوكتها بطولة آسيا أول آسيا بالثينين وعشرين طلعنا بالقناة الشرقية وحتينا قلنا إحنا إن حقوقنا يعني هذا قطعة الأرض هذا حقنا يعني مو نائب أو مسؤول بالبرلمانطان هذا حقنا مع الرواد أبطال كل اللاعب رائد يستلملي قطعة أرض وإلى راتب يعني شون تكريم عشر سنوات إلي كل اللاعب هذا رياضي نعم إحنا هاي القطعة يعني من خلالكم قناة الشرقية تواصلت شيخ خسعد عيداني وشيخ خسعد عيداني قال إن شاء الله لحنكون يعني لكم القطع وإن شاء الله تسلمون بأقرب وقت ستة إحنا من الفين وثين وعشرين إحنا بأربع وعشرين لحد الآن ما ما مسلمين أي شيء وستة يعني إحنا ما نقدر نتواصل وي مثلا شيخ خسعد عيداني عديد من مرات كرمني كان بوكتها نائب من النواب كان بوكتها وإحنا رحنا استضافة من كرمون حتكلمت وياه قلت لي يعني أستاذ إحنا عدنا قطع رب قال تواصل وي المسؤول مالتي أخذيت رقمه أدق علي ما يجاوبني يعني مع الأسف شديد نتمنى الاستأجال أكيد بتسليم قطع الأراضي خصوصا للأبطال مثلك وبقية الأبطال آمين والله نتمنى نحن ما عدنا شيء يعني بالرياضة ما عدنا شيء يعني أنا مكبر على الزواج ما أقدر لا أزوج لا شيء يعني ما أقدر صراحة نتمنى أن الجماعة المسؤولة تستأجل بموضوع تسليم قطع الأراضي زيد أكيد زيدك مثلك يعني أكيد فخرهم بك بطل وأكيد كل الأبطال هو دعم إلهم دعم معنى وقبل ما يكون مادية حتى يشجعون ويبدعون أكثر ودائما يحصلون على المراتب ويمثلون العراق بطريقة حلوة وراقية طيب زيد كلمة حابة توجهها لجمهورك أو للشباب من خلال شاشة ظاهرة الجمعة تحفزهم كلمة موجهة للشباب والله احنا نتمنى من الشباب يعني مارسوين الرياضة يبتعدون على الشغلات اللي مزينة لأن الرياضة حلوة ودائما الرياضة والله يعني يعني هي تسلي الشباب ودائما الرياضة حلوة وشاء الله كن نتمنى نتمنى من الدولة يكون تدعم الشباب يعني احنا الأج Container هاي كون تدعمها وو مو بس نحن ندرب ونجيب نجاز وهذا النجاز ما حد يحاسب ونحن يقول ليش شون ونوصل لت لازم يعني يكون يدعمون هاي الأجيال فهمو الأجيال تتدرب تتدرب وليح مثل الأسانة تتدرب وما يكون فائدة نتمنى يعني احنا من رئيس وزراء نتمنى من المحافظ يدعم هاي الأجيال اللاعبين اللي احنا السوجين نوصل نتمنى يدعمونهم طيب ان شاء الله تحصل على الدعم لك ولجميع الأبطال لعب المتخب الوطني لرياضة الكوكسينغ زيد عبد الزهرة شكرا لوجودك وياني اليوم إن شاء الله من نجاح إلى أكبر شكرا جزيلا حياتي الله سيد أهلا وسيدنا شكرا جزيلا الله يخليك شكرا الله يخليك ونحفظك إن شاء الله على لي سيد